خلينا بقى نتكلم برضو عن بعض الفنيات تعالي ندخل في الفنيات تعالي نقف كمان عند خط دفاع يعني اتحاد جدة لنخط الدفاع في نادي اتحاد جدة الحقيقة ودي تفصيلة لازم تتاخذ في الاعتبار وممكن نعتمد عليها إلى حد بعيد خط دفاع اتحاد جدة رغم وجود طبعا يعني لعبين كبار جدا زي مثلا لعبنا المصري الدولي احمد حجازي اللي راجع من اصابة طويلة بس ابتدى بالمناسبة يشارك تدريجيا في كل المباريات مع الفريق وكان كمان بيشارك في التشكيل الاساسي في ماتشن بارح لكن اللي عايز اقوله رجوعا لنقطة خط الدفاع ودي نقطة تاني اعتقد ان مستر كولر اكيد هيستغل لها وهي ان تغيير طريقة اللعب بشكل مستمر من مدربه ومارسلو في اخر سبع مباريات دي الوحدها قدت لوجود ثغرات دفاعية وده نتج عنه استقبال مجموعة من الاهداف بشكل مستمر ده حصل في الدول السعودي اكتر من مرة في الفترة الاخيرة حصل قدام الشباب السعودي قدام الحزم قدام فريق ضمك اللي خسر منه الاتحاد بثلاثية يعني ودي كاتت مفاجأة مدوية يوم الماتش ده الناس كلها كاتت مندهش الحقيقة لكن اكيد في النهاية يظل فريق قوي كامل متكامل هو في المركز الخامس حاليا في ترتيب الدول السعودي عنده 28 نقطة وطبعا الى جانب كل التمانيات بالتوفيق لنجوم النادي الاهلي ان شاء الله نسجل فوز غالي جدا ونتأهل من خلاله للدور نصف النهائي وندرب موعد جديد بقى ان شاء الله مع بلومينسيني البرازيلي ولكن اهم حاجة بالنسبانا هي استغلال انصاف الفرص عشان ما نشوفش في اللي جاي اللي شفناه في اللي فات يعني في المباريات اللي من النوع ده التركيز بيكون مطلوب وضيع اي فرصة تهديفية بيبقى يتبكي عليه لان الفرصة من دول لما بتيجي ما بيجيش كتير يعني ولو ضاعت ممكن ما تتعودش او ما تتكررش بسهولة فعايزين نخلص بدري بدري ونكون مركزين جدا وهديين جدا ولعبة النادي الاهلي اكيد عندهم ما يكفي من الخبرات ان هما يحسن التعامل مع مباراة بالثقل ده انا بتطفق معاك يعني على الرغم من ان الموضوع اكيد مش سهل وعلى الرغم من ان اتحاد جد اكيد حيظهر بافضل صور لي في المباراة المتبقية يعني ان كان في مباراة متبقية غير النادي الاهلي ان شاء الله احنا اللي نفوز لكن برضو في نفس الوقت لا هيبقى فيه قوة جدا هيبقى فيه تنافس شديد